غرفنا الرز بطريقة حلوة الرز طالع يجنن والسبدة والشربة ومخليه طعمه ريتش قوي دلوقتي حطيت طبق في النص كده نحط فيه السوس وحطيت السوس طبعا على جم لانو كمية الرز اكبر من السوس اللي في البرزنتيشن فلازم بقى اكسترا سوس شافين ترملته حلوة ازاي ازا هنحط السوس في نص الروز وحنحط دلوقتي الفراخ اتحمرت لو مخرجنا ورهالنا بالطاسة لونها يجنن احلى ما تبقى مسلوقة بس هي كده كده تسلقت بس دلوقتي خدت تسخينة مع الزبدة كفاية كده اتدع هنا تعالوا دلوقتي نرص الفراخ حنقوم حطين الفراخ كده داير ما يدور بالشكل ده شافين قد اكلة بسيطة طب السوس طلع معانا خفيف نعمل ايه نزود شوية مية ودقيقة وارد تطلع انه خفيف فممكن نزود شوية مية ودقيقة وحنسيب احنا نسلنا الفراخة كلها انا عارفة الشكل مهم بس هي فعلا القطع الصغيرة اصلا من الفراخ دي متحمرة بشكل حلو قوي واخدى لون حلو طبعا كمية زي دي ممكن تحتاجوا مرة تحطوا عليها اكتر من فرخة خلاص بي راح يتمحسوس دلوقتي حنحط كمان عين الجمل حنوزعها كده بالشكل ده ناخد حبيات سلام وبحس الشركسية صلحولي يا كنترول مش محتاجة حاجة خضرة مش محتاجة نحط لها ولا بقدونس ولا كزبرة ولا اي حاجة ولا انتو ايه رأيكم في حد قال لي ممكن نعمل voting انتو شايفين ايه two votes مش محتاجة one vote محتاجة خلاص نمشيها مش محتاجة عين الجمل وزعها بس شوي اكتر لانه هي من اساسيات الوصفة دي فالجارنش يبقى من المكونات وبس صوص الشركسية الرائع مع رز معمول صح والفراخ معمولة صح كمان ولا اسهل منها وصل تعالوا دلوقتي كنا ابتدينا من شوية نفرد التوست اهو بصوا منعمل ايه بعد ما فردنا مناخد الطرفين على بعض كده ومنعمل القعدة شوية كده ومناخد خلة خلة سنان ومنقفل كده حل؟ تاني كنا فردناها ومنقفلها ومندخلها الفرن من غير اي زيوت او اي حاجة وبعدين بتنشفها بتتحول للشكل دا منشيل منها الخلة لما نيجي نشيل الخلة ما تسحبوهاش فجأة كده لفوها كده بصوا لو نقرب على ايدي بس لفوها كويس كده عشان تريحوها بدل ما تسحبوها كده ممكن تطق لف وبتطلع معانا على طول بعد ما تطلع من الفرن هنعمل لها ايه؟ هناخد خلطة من الجبنة الكريمي ممكن نحط بقى جبنة صفرة كريمي مع رومي مدخن اي حاجة انتو بتحبوها يعني فكروا في الكانابيس ممكن نحط متزرلة وبفالو مع باستو ريحان وطماطم هاخد شوية من الجبنة هنحط لهم شوية احنا قصرنا دي برافو هنحط لهم شوية شبط وممكن ان نحط لهم شوية ده اسمه كابري أو كيبرز ده نوع من انواع المخللات لزهرة من زهور يعني نوع من انواع الخضروات بتتخلل شايفين تبقى شهيرة قوي بتتقدم مع السالمون ممكن نستخدم مخلل خيار عادي هقلبهم ممكن نعملها بطريقة فانسي او ممكن ندهن هتو طبق ناخد واحدة ناخد الخلطة دي عليها بالشكل ده هتو نعمل كزا واحدة وبعدين نحط عليهم اكتر حاجة هتليق مع الخلطة دي شبط وكيبرز وجبنا كريمي اللي هو السالمون المدخن قلت لكم بالاول دي فكرة اكتر منها وصفة هنحط السالمون بالشكل ده فهمتوا قصدي انها زي بايت هي لقمة حلوة في حفلات في عزمات تتسمى عادة كانابيز شايفين شكلهم حلو ازاي نعمل كمان واحدة وبالفاصل هنعمل كزا واحدة تانين اذا تبقى زي البارسل ناخد عليها الجبنة الكريمي بالشبط بالكيبرز وبعدين ناخد عليها قطعة السموكت سالمون قدي ايه شكلهم كيوت وقدي ايه شكلهم فانسي وهم ما ولا حاجة فانسي يعني كأنه حاجة يعني قيمة قوي واحنا هي قيمة طبعا بطعمها بس احنا كل اللي عملناه انه حمصنا التوست بالفرن هاخد شوية ورق شبط نحطه هنا كده مدام كنبه لازم نهتم بتفاصيل هي لقمة بس بتبقى شكلها بيبقى دايما بريتي حلوة وطبعا لازم طعمها يبقى حلو انا ضد الشكل الحلو والطعم ما يبقاش هو الهيرو هجيب طبق صغانطوت ونحطهم بطبق طبعا انتو بتعملوا كمية كبيرة منهم وبتقدموهم بشكل الاز انا بس حبيت اوريكم الفكرة نروح للوصفة اللي هنعرفة انها هتعجب الجميع هنبتدي نزوقها الاول طلعها من التلاجة لانه هي لازم تقعد في التلاجة على قل ساعة ونصف ساعتين فيش فرن خالص دي كيكة الحليب بالكريم كرامل شايفين مسك ازاي الكريم كرامل اهو اوكي هي متشربة بايه متشربة بالحليب مع الكريم كرامل والطبقة اللي فوق دي فيها حاجات كتير هقولكم عليها وحنحضرها مع بعض خلونا بس نحطها على الوش وعارفين كيس الكرامل اللي بيجي مع الكريم كرامل هو اللي حنستخدمه ولا حنعمل كرامل ولا اي حاجة فهي سهلة وعالبارد وطعمها يجنن نحط الطبقة دي فوق نقفلها دي فيها جبنة كريمي وفيها كمان اشطة وفيها كريم شونتي نحاول نفردها ستريت قد ما نقدر لانه هنفرد عليها الكرامل حلوة كده ناخد كيس الكرامل ببقى احنا هنحط كيسين اين المقص المقص اهو كيس الكرامل اللي بيجي مع علبة الكريم كرامل احنا هنستخدم كيسين في التسقية والكيسين التانيين هنستخدمهم نزوّق الوش هنقطع فيهم حتة صغانطوطة هنا كده ونبتدي نحط الكرامل بالشكل ده خطوط اضبط الخط ده هي اشبه كده بكيكة الحليب التركية الشهيرة فما فيش فيها طبخ الولاد ممكن يعملوها ويعملوها لوحدهم بس خطوة انه نسخن الحليب ونحط عليه الكريم كرامل ممكن الكبار يساعدونا خليها كده هاتون نكملها وبعدين هنجيب ستيك او خلة هو اصلا بيكين ميسي خلاص كل اللي هنعمله هنعمل كده كده قد ايه بسيطة بس شكلها مشاهي عارفة فيه ناس كتير بيعشقوا الحلويات وانا مقلة في الحلويات فدي واحدة من الحلويات السهلة والسريعة هنحطها هنا وندقها بعد ما نبتدي نحضر الوصفة وصفتنا بتبتدي بالتوست بطل الحلقة سينية وتوست طبقتين من التوست اللي شايلين اطرافه دول هنا في فراغ ما لهمش داعي حلو الكريم كراميلي يبقى هنا وعندي هنا حليب على زي العبوات قد ايه حطينا حليب كان العبوات عليها اربع كبيات حليب زي ما الوصفة بتقول بس احنا هنحط كيسين على اربع كبيات حليب وندوبهم في الحليب ونطلع فاصل ونرجع نكمل خطوة بسيطة ده هيتسقى فيه التوست وفاضل نعمل طبقة الكريمة اللي فيها نكهات قشطة وجبنا كريمي هتحبوها جدا وندوق فلنون